ولاية غرب أستراليا تعلن فرض إغلاق تام بعد إصابة حارس أمن في فنادق الحجر الصحي بفيروس كورونا في بيرت. هذه أول إصابة تسجل محلياً في غرب أستراليا منذ عشرة أشهر. وتفرض الولاية إغلاقاً تاماً لمدة خمسة أيام في محاولة لمنع تفشي الفيروس. الإغلاق يشمل حوالي 80% من سكان الولاية. رئيس حكومة الولاية مارك مكوان صرح أن إجراءات تعقب المخالطين بدأت على الفور وستتم إجراء المزيد من فحوصات كورونا متوقعاً إصابة المزيد من المخالطين بالفيروس. كما ستغلق أماكن الضيافة والنوادي الرياضية والملعب وأماكن العبادة بينما سيسمح للمطاعم والمقاهي بتقديم الوجبات الجاهزة فقط. كما أن الكمامات ستصبح إلزامية في جميع وسائل النقل العام وعند مغادرة المنزل لأي سبب بما في ذلك العمل.